أنا مش قلتلك أول ما نحط رجلينة هنا تنسي مصر كل اللي فيها ما؟ أقل بس دي ماما وتعبانها جدا والله بقولك إيه؟ كون النسوان ده مش هيخش علي مش عشان شوي يتهابل انت بواصل كل اللي أنا بعمله انت منساعة محطوط رجلك في الطيارة وانت أمك مش عيانة أمك ماتت حاضر هم وأهلك كلهم حاضر حاضر وأنا مش هكرر الكلام اللي أنا بقوله ده تاني لأن ده لو حصل هاقتي لك هاقتي لك هاقتي لك يا رجوان هاقتي لك يا رجوان هاقتي لك هاقتي لك بس أنا ترجمت الموضوع في مينت وقلت لها رايح فرع بس كهربت أمي يا تعون زي ما تكون عكشيتني مع واحدة جت تعوني يا ديك الداتي ده أنت تتاتي كتكوت يا جدع الله طب ما تفكك منها بدل ما يمربيالك الهلع كده يا تعون يا تعون اللي ما يخافش من حرمته ما يبقاش راجل اللي ما يخافش من حرمته ما يبقاش راجل هما اللي يبقى إيه جدشويري أنا عارف بقى إيه الحكمة الغلطة مممes اروح اشوف الشغل بقى الشغل؟ مش عارفة ايه حبك بسن المعاشات ده هى؟ كنت اشغلك بقى فضر الامل بدل الكباريدة اتدلع ياهيمة بتبنوران عن الفكرة الاتمان 까요 مساء الخير يا ابلا؟ مساء النور يا سوك طو منين عليك انت عامل ايه دلوقتي؟ أنا كويسة الحمد لله آآ بقولك قبلة أنا ربنا كرمني واشتغلت على عربية كبداكي و مش عايزة أقولك بقى القش يا معدن والحمد لله طب كويس يا سوك ربنا معيك آآ بقولك قبلة وشوية كده إن شاء الله وهجيب أمي ونيجي لأخوك الأستاذ فواز إن شاء الله يا سوك آآ بقولك وأنا ممكن أطلب لحضر لك حاجة مبس بعد إذنك آآ ممكن يعني آآ أكلمك من حيل للآخر معلش يا سوك مش هينفع خلينا كده أحسن لحد ما تعرف تجي الفواز آآ حتى قبلة ما استخسر في المكان ما قبلة معلش يا سوك عشان خاطري ماشي قبلة أنا آسف يا قبلة منكلمتك سلام يا قبلة مع السلام يا سوك أنا هاخد أميسون النمدن وهديك 20 جنيه والبايع على 6 شهور بس انت تسهلي معانا شوية 6 شهور إيه؟ إحنا قلنا القصة على شهرين وقطعة واحدة بس هي واحدة طب إسمعي ما تسمعيش كلام النسوان دول دول يأكلوا ما للنبي انت جاية تتنصحها لنا ولا يا ستة صندس يا أختي وما تنصحش ليه؟ ها؟ عايزة تلبس المشخلع والملمة وما تدفعيش سلام عليك امشي هاهاهاها التليفون بيران هاهاهاها خد يردي يا حلوة يا أولاد هاي يا بابي هاي دي يا حبيبتي طب منيني يروح عاملة إيه دلوقت؟ الحمد لله يعني هيكون عاملة إيه؟ عايدي وبعدين بسكي نفسك بقى جمدي ظروف وتحطينا فيها لازم نستحملها ما أنا مستحملة يعني هو أنا قدامي حاجة تانية عاملها ياخد تحمدي ربنا أقولي الحمد لله غيرك مش لقي لقمة ولا هيد ما يلبسها أنا بكلمك يا حبيبتي عشان طارق جنبي أهو وبيقوله إن عاوز يودي الورق للمحام الكبير اللي هو يعرفه ونعمله توكيل بتاريخ قديم قولها ده متخصص في أعضايا الأموال العامة ششت أنا بسألك رأيك إنت يا حبيبتي صوصا بعد ما تأكدنا إن نادر ده ما لوش أي علاقة بالراجل الجبان أبو نجوان ده المهم ما عرفتوش إيه الورق اللي هو عايز عليه فلوس ده؟ ما رضيش يفتح بق ومن غير ما ياخد فلوس فأنا قلت نستنى شوية حد ما نشوف المحام الجديد ده حيقول إيه؟ فأنا قلت ناخد رأيك الأول إيه رأيك نروح له؟ وأنا شعرفني يا بابي والله العظيم أنا مش عارفة أنت أشوف إيه الصح هو عمل والمهم تخرجني من الكابوس ده بأي شكل حاضر يا حبيبتي وان بس إنتي خلي بالك من نفسك حاضر يا بابي باي باي خلاص ما تكتبهوليش كله كتبلي نص البيت هو أنا صبري معاك طولت السنين دي كلها يعني ملوش تمن الله واحدة غيري كانت راحت عملتلك قضية دخولة وتجوزت عائل صغير في سنها يجيب لها العائل اللي بتتمناه من الدنيا تمنية ستناورة والليت عايزة؟ وأنا مأجرت من الشارع الهرم عشان تقوليلي تمن ماتت متجوزة ومتسدتة وأكلة شربة نايمة وعمل نفسك السفيرة عزيزة قدامي سوان الحتة كلها إيه اللي جنينك بقى وخلاك تقولي اكتبلي وما تكتبليش؟ الله وش معنى يعني كنت هتكتبه للبيت الواقعة؟ ولا كميني يعني بنت أصول وما تشربتش عليك أول ما تجوزنا؟ ولا أنا كبر واستحمل عشان تيجي غيري وتلهف عالجاز من الآخر يا ستناورة أنا مش هكتبلك بلاطة من الشاقة عيشي بقى وما تخربيش علي نفسك أنا نازل أشوف شوكري بدل المرار اللي انت معايشانا فيه الليل والنهار أعوز بالله بقى كده يا سلومة ماشي يانا يانت صباح الفل يا بو السوخي عنداليب صباح العسل اسحى يا منطقة شعر مصره الوراق انبابة كتكات مناورة نجم بقولك يا انا عمر بشاقك واقف مكان كبداكي أقل عيش بقى نجم منهم هقولي انت مختفي فيني يعني ما شاغل بقى بقولك يأزرفني نص اسجوق ونص كبه منهم هقولي قبل اسجوق والكبدة كده اخبار للفن ايه؟ يا عم بطلت الكلام ده خلاص بقتشغال مندوب ما بعاج شرك منظفات بل ايه بفعل بيوت ابيع منظفات وبعكسة باكتر عايز ايكل اخرف هقولك حاجة نظافة برضو بقولك يا نجم ما ترجع تاني الملعب يا نجم ونعمل دووده انا وانت استاذ انت تكتب استاذ وانا لحن وغني قلت يا عمد ودن ايه قدلك ما بيأكلش عيش الظروفني سالنوشات هقولك حاجة قادل عيش اهو بص يا أستاذ انت تكتب كبليه يا أستاذ تظروفني الكبليه؟ ايوا اديك واحد سجوع ايوا اديك واحد كبدة قلت يا أستاذ يا عم لاجل النبي وقعت الشعر بقى كمان مقابل الغذاء اظروفني واخذ اوه يا أستاذ استنى 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 الو صباح الخير يا سوك صباح الخير يا قبلة وحشان يا قبلة سوك انا محتاجة لك في خدمة امورين يا قبلة الحاجة انت صار تعبانة قوي انت جزع راجل ناقص قوي وطردني المرة اللي فاتت وانا مضط لها التقرير من المستشفى بس هو محتاج يتمضي من الوزارة دي انا تحت عمرك دي انت تؤموريني انا هديك عنوان بيتها يا سوكا وقابلني تحت نطلع سوي طب بقولك ايه ما حد عليك في المستشفى ونروح انا وانتي لا يا سوكا مش هينفع وانا لو لو محتاجة لك مكنتش كلمتك ماشي يا قبلة سواني واجيلك يا قبلة جوباي بص يا شي الجاسم بص حضرتك معايا دلوقتي شحنة السكر دي هتتكلف 2 مليون يورو ده من غير الشحن والنقل ولو انا هعمل موضوع الشحن والنقل ده الفلوس هتزيد حوالي نص مليون يورو كمان لو الكلام ده مش عاجبكو وانتو اللي هتتكلفه النقل والشحن ادوني بس الـ 2 مليون يورو تمن شحنة السكر بس في بند في العقد بيقول ان اي اضرار او تلفيات تلحق بالشحنة يتحملها الشي الجاسم واحدة هذا طبيعي سبحان الله في طبعا انا هسلمك الشحنة سليمة خلاص يبقى انا انتهى دوري وما انت عايز مني ايه تاني لا لا اسمع يا اخ مروان مو معقولة انا ادفع 2 مليون يورو علشان الشحنة واتحمل نقل الشحنة بعد وادفع زيادة لا لا هذا وايد وايد طب انا هسلمك الشحنة هنا لا باعها هنا يا ايبه اهني مو محتاجين سكر احنا محتاجين السكر بحاج مصر انا مش عارف اقولك يا شيخ جاسم يعني انت عايز نعمل ايه وانا هكسب من وراك كام يعني لما ضحي بنص مليون يورو انا مش فاهم بصراحة لا لا انا اقولك انا جاعد اقولك هذا المبلغ تبير تبير وايد حتى اسأل السفنة جوانة انت شرايج ما تقولين شيء؟ والله مش عارف اقولك يا شيخ جاسم بص يا مروان خلاص احنا نتحمل مصاريف النقل والشحن عشان خطري بقى يا حبيبه يعاني عليك سكر والله العظيم سكر بقى في نقاط عسل انت تؤمرني يا شيخ جاسم الامر لله تسلمي شفيك سكات يا مروان ما تتكلم قول حاجة لا مش عارف اقولك يا شيخ جاسم انت زي ما بيقوله في مصر مسكتني من يدي اللي بتوجعني بخلتلي من نقطة ضعف نجوان بعرفش ارفض لها طلب خلاص انا متفقين احنا ان شاء الله مبروك الله يبارك ليك مبروك احنا الحين نوية جنا بحكنا علي مبروك